اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هي قناتكم وقد يتكبر بكم بإذن الله لابنما نطول عليكم قد ندوزوا المقادر والطريقة في نفس الوقت المقادر هي كمية من الضقيق حسب الرغبة القليل من الملح وملعقتين سكر حبيبات أو سكر ساندة بسم الله على بركة الله عندنا كمية للطحين أو الضقيق حسب الرغبة عليها الملح حسب الضوق وماء فاتر ما يكونش دافي بزاف ما يكونش بارد وغاديمدا نخلطه بالعاجين نخلطه نخلطه بهذا الشكل كما تشوفه كب المبيض نخلط باليد الأخرى نضع نجمع في العاجين صورها دالة على كل شيء نخلط تجمع لي العاجين بهذا الشكل اللي كتشوفه هنا عندنا كمية كبيرة حسب الأفراد كل واحد حسب الرغبة إما يقل الكمية كما يضاعفها نشكله الملوى العملاق حسنا نديره كمية كبيرة حسنا ناكله حتى نشبعه هذه العملية هذه العجينة سوف يتخف سوف تكون العجينة مرتبطة ملت جمعات العجينة سوف نجعلها ترتاح من خمسة دقيق حتى العشرة دقيق سوف نأخذ كيس زيت ونزيد عليه ملعقتين كبيرة من الزبطة ندفيهم على النار ونزيد عليهم كيس خميرة الحلويات من فئة 7 جرام نحرك العناصر مزيان حتى نساجم من بعد عشرة دقيق عجين الملوى تحت سوف نهزها نحطها فوق سطح العمل بهذا الشكل هذا هذه العجين فوق سطح العمل سوف نأخذ مننا قطع الملوي حسب الرغبة حسب الحجم اللي بغى أنا كم نأخذ قطع كبار لأن الملوي عملاق أو حجم كبير اللي ولبهم هاك بهذا الشكل هذا فوق سطح العمل سوف نعود معكم بطريقة سوف نأخذ قطعه حسب الرغبة صغيرة أو كبيرة سوف ندلل قطعه سوف ندلل فيهم فوق سطح العمل أنه ملوي كيف تلولب أو كيف تلواق بهذا الشكل هذا شكل طويل هذه هي الطريقة السبسط الملوي فنمدد العجين أو كنقرسها على سطح العمل هي كتكون على شكل عاصة أو حزام بهالطريقة اللي كتشوفو فنرش السائل هي الزيت نخلط مع الزبدة مدوبة ونرش السميدة أو الساميد طريقة واضحة في الفيديو وكندلوي هذ الشكل اللي كتشوفو فنزيد نكمل كبسيط العجينة واش نكمل الملوية هل نخليكم مع هذ الطريقة من قشن نتكلم كتير الملاحظة مهمة دائما سنرش بالزيت مع الزبدة مدوبة ونرش سميد ونلوي بهالطريقة هذة هذه الطريقة المعتمدة والطريقة المغربية الأصلية الطريقة الأولى اللي كانوا كيعتامدوها الجدات والأمهات ديانا بصنع الملوي العملاق العملاق أو الصغير بهالطريقة اللي غدي تكون الملويات كلهم اللي عندي أو الكمية كاملة ديان الملوي هذة 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 الطريقة هذة الملوية الأولى لأن الملوي العملاق شمية كبير بحجم كبير يتضلل شوية الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سنكمل تقراث هذه الطريقة ونبدأ نطيب سنكمل تقراث الملوية هذه الملوية الأولى ملوية بحجم كبير ملوية عملاقة سنضع الرش المقلات لسخنات والزيت للاسف لم يكن لدي التليفون تصورت اللقطة بحجم كبير ملوية في المقلات سنقرر فيها على الجهات كلهم بحجم كبير كلها طيبة ومشي جهة طيبة وجهة اللق مقلات كبيرة فيها ملوية كبير طريقة طيبة ملوية 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 ملوية